اهلا وسهلا بيكو في يوم جديد وفيديو جديد مع زيزي فاميلي النهاردة يومنا مختلف تماما حبيت اراجع معاكو ذكريات السيف طبعا انت كنتوا عارفين ان الحظ عندنا في روما كان قاسي جدا لدرجة ان كنا تقريبا محبوسين في البيوت زي الفراخ كده اول ما سمحنا نخرج فورا اخدت الاولاد وجرينا على مكان ننطلق فيه ونحس بالحرية رحنا مدينة ملاهي في روما سمعشيني اشتورت وكانت اسعد اللحظات وكان يوم مميز وجميل استمتعنا فيه فحبيت اراجع معاكو الذكرى دي وكمان نتفائل ونقول خلينا نقدم خطوة لقدام تفائلوا بالخير تجدوا طبعا وضع كورونا مستمر والناس اغلبيتها محبطة وكمان الوضع مأثر بصفة كبيرة جدا بنسبة كبيرة جدا على كل الاعمال بكل انواعها المختلفة ان شاء الله بكرة احسن وده كان يوم دي حفلة عاملينها بالشارع من شوارع شينيش تورت هي المدينة كبيرة جدا في روما كانوا عاملين حفلة غنائية وهنا احنا استمتعنا بمراكب المية فحبيت اقول لكم من عندها احلى صحبة واحلى ناس انا بسعد بيها يا ربي ديم المحبة والمواد ده بيننا ونكون بصفة مستمرة بنقدم لكم كل جديد وارجعنا تاني لحفلة الشارع شايفين البساطة يا جماعة في كل شيء مين قاعد على الرصيف مين ماشي مين واقف مين لبس شب شب التكلف دايما مش حالو والبساطة جميلة 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 بنعيش حياتنا ببساطة بنستمتع بالطبيعة وبطبيعتنا احنا نفسنا بدون تكلفة اريح وافيد لينا والاخرين وكمان اوفر في الفلوس اليوم كان جميلة وممتع واستمتعنا بي وكمان دلوقتي هوريكم مغامرة من مغامرات بيوت الديناسور يا الهي مش عارفة اقول لكم ايه بس بنشوف المدينة دي فيها حاجات كتير متنوعة والاسف انا الفيديوهات اللي كانت موجودة عندي اتنسحت من التليفون بس انا بوعدكم اني انا هقضي معاكم يوم كامل مباشر بنعيش وسوا جوه المكان ده لانه قدي ايه كان ممتع وقدي استمتعت بي طبعا ركبت قطر الموت وكان يوم عالمي هنا فيه فقرة غنائية بس انا مسحت الصوت الغنائي علشان خاطر الحقوق يعني وهنا انا اعمل مدعبات زريفة ولطيفة مع حراس المكان وعملت كم صورة كده زي ما انتم شايفين هما كانوا واخدين ابني في بيت الديناسور حبيت اخرجه رفضوا وقالوا اني انا لازم ادخل اترجيتهم شمال ويمين وعملت معاهم مدعبة زريفة ولزيزة ان هما يخرجوا لي ابني بس حكموا علي اني انا اللي لازم ادخل واجيب وكانت المفاجأة شايفين جمال المكان مكان جميل جدا 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 بس برضو بيرعب القلب ده بيت الديناسورات شايفين لسانه بيلعب ازاي ايه طبعا خدعة هما عاملينها بس اد ايه المكان كان جميل وبنخرج منه على فيلم سري دي بنتفرج عليه في عالم وغابات الديناسور وبنرجع تاني للشارع والحفلة الغنائية وزي ما قلتلكم بعتذر ليكم انا بعد ما كنت سايبة الاغاني اللي كانوا بيغنوها قالوا لي اني ما ينفعش في حقوق نشر فاضطريت ان انا امسحة ما اني انا كنت مستمتعة جدا ان انتو تستمتعوا بيها بس تلع ان يعني ده مش صح طبعا الانسان في البداية بيبقى مش فهم حاجات كتير ومش عارف ايه اللي ليه و ايه اللي عليه في بداية انا مش بحب قل اني امشي مصبوط المرة الجاية انا بوعيدكم ان احنا هناش مع بعض اسعد اللحظات بس الحظر يفق وهنشوف مغامرات كتيرة وحلوة و جميلة يا رب اكون عند حسن زنك عشان كده الفقرة دي هتلاقوها انها متكررة بس انا مسحت كل الغناء اللي موجود فيها عشان الحقوق معلش بتتعود طبعا لو قلوكو قطر الموت انا حسيت بيه في ايه حاجة كده ترعب القلب وملايه وحاجات جميلة بس للأسف الفيديوهات اتمسحت من عندي للأسف وهنا عالم الشلالات عالم الشلالات ده ممتعة كان اليوم حر جدا 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 وشمس وهو بيبقى مكان زحمة وتفخيل انك مرة واحدة تنزل من سابع سمع فورا في قلب الشلال بسرعة الصاروخ وتغرق مية ووضع مفاجئ زي صدمة كده حاجة ممتعة طبعا هنا الناس كلها بقت تسوت وتضحك وبغاية من المرح ولحظات سعيدة جدا هو مكان مميز بمعنى كلمة مميز وبنرجع تاني لعالم الديناصرات قد ايه المناظر طبيعية وجميلة والأروان كمان زهية رغم ان هما مقالليني دي الإضاءة بس معلش بتتكرر بتتكرر في وقت تاني ان انا عندي كده حقوق لناس اخرين مايصحش ان انا اتعدى عليها وده كمان بيعلمنا ان مهما كانت المكاسب مايصحش ان احنا نتعدى على حقوق الغير مش صح كل واحد يوم كده ويوم كده والدنيا هتمشي يا رب يحفظنا من الامراض والوباء يحفظ العالم كله اجمعين يا رب العالمين بس يا رب يريد نلتزم بما هو يقدر على قدر المستطاع ان احنا نحافظ على انفسنا وعلى اللي حوالينا وهنا رحنا بقى بيت مسابقة العربيات مقلكوش وانا من الاوائل في مسابقة العربيات اخر حدثة ليا كنت هقع من فوق كبرى 6 اكتوبر ولو قللكو بقى اولادي فضايح 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 عم نلهالي يزل لغاية النهاردة وهنا اسبت له من انا الاولى بجدارة في مسابقة العربيات وبنرجع تاني للشارة وبردو الفقرة الغنائية بعتذر جدا رغم انت كنت هتبقى سعداء جدا جدا انت تسمعوها غاني لذيذة ومميزة وبتدي نوع من البهجة والانشراح وخصوصا احنا كنا محتاجينها في زل الاوقات الصعيبة اللي احنا بناش فيها بس معلش انا عاوضها لكوه في حاجة تانية احسن ان شاء الله دي مدات ملايس ما عاش نيش لورد موجودة في روما بالقرب من روما مش في روما بالقرب من روما اه اه فيها حاجات كتير مميزة وجميلة منين ما انا شرحتها مش هكفيها حقها لاني بالفعل كان يوم ممتع ممتع بمعنى كلمة ممتع فهو الصح اني احنا نعيش مع بعض اصحابي ورفقاتي وكل مشترك اه وكل اهلي وحبيبي اللي موجودين عندي وديوفي بنعيش مع بعض يوم كامل في المكان ده ان شاء الله بقى قرب وقت عالطبيعا ويكون مباشر شكرا